بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الحماية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مشت من الشبكات الرقمية في الفيديو 127 والخاص بمنهج السيكيوريتي بلس شاهد تعلم واستمتع السؤال 122 أنت تخطط لإجراء تدقيق أمني وترغب في أن ترى ما هو نوع حركة البيانات الشبكية التي يتم إرسالها داخل شبكة الشركة أي من الأدوات التالية التي سوف تقوم باستخدامها الخيارات الخيار A فاحص المنفذ الخيار B فحص نقاط الضعف الخيار C بروتوكول تحليل الخيار D نظام كشف التسلل الشبكي حدد الاختيار الذي تتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة خيار اشتركوا في القناة 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 للمساعدة في منع مستخدمي الشركة من عرض بيانات اعتماد تشجيل الدخول للآخرين الخيارات الخيار ا التناوب الوظيفي الخيار ب مالك البيانات الخيار س المكتب النظيف الخيار د الفصل بين المهام حدد الاختيار اللي تتوقع انهو الاختيار الذي يحتوي على الاجابة الصحيحة اشتركوا في القناة الجواب الخيار س هو الخيار الصحيح فسياسة المكتب النظيف هي تضمن ازالة جميع الوثائق الحساسة والسرية من محطة عمل المستخدم النهائي والاغلاق عليها عندما لا تكون المستندات قيد الاستخدام الخيار اي غير صحيح فالتناوب الوظيفي هي ممارسة تدوير الموظفين في عدد من الوظائف ضمن عملهم وذلك لتعزيز المرونة في داخل الشركة الخيار بي غير صحيح فمالك البيانات لديه سيطرة ادارية ويمكن تعيينه كمسؤول عن مجموعة معينة من البيانات الخيار دي غير صحيح ففصل المهمات هو مفهوم مفهوم وجود اكثر من شخص واحد لإكمال مهمة معينة مطلوبة السؤال 126 اي مما يلي هو جزء من سلسلة العهدة الخيارات الخيار اي تفويض جميع الادلة الى مديرك الخيار بي التقاط صورة النظام الى قرص صلب اخر الخيار سي التقاط محتويات الذاكرة قبل التقاط محتويات القرص الصلب الخيار دي الحفاظ والحماية وتوثيق الادلة حدد الاختيار الذي توقع انه هو الاختيار الذي يحتوي على الاجابة الصحيحة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الجواب الخيار دي هو الخيار الصحيح فسلسلة العهدة هي يتم من خلالها التأكد على أن الأدلة قد تم الحفاظ عليها وحمايتها والتعامل معها بشكل صحيح بعد أن تم جمعها والتوثيق يبين من الذي تعامل مع الأدلة ومتى تعاملوا معها الخيار A غير صحيح فتفويض جميع الأدلة إلى مديرك حيث يتم ذلك بعد جمع الأدلة ليتم احتجازها الخيار B غير صحيح فالتقاط صورة النظام هي أخذ نسخة من القرص الصلب لمزيد من التحقيق وهذا لا يحدد سلسلة العهدة الخيار C غير صحيح فالتقاط محتويات الذاكرة لا يتبع ترتيب المتقلب السؤال 127 تم تكليف زاكري بمهمة أداء اختبار الإختراق على السيرفر وتم إعطاء معلومات محدودة حول الأعمال الداخلية للسيرفر أي من الاختيارات التالية سوف يقوم بها الخيارات الخيار A الصندوق الأبيض الخيار B الصندوق الرمادي الخيار C الصندوق الأسود الخيار D الصندوق الواضح حدد الاختيار لتتوقع نوة الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيار 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 شكرا للمشاهدة الجواب الخيار به هو الخيار الصحيح حيث أن اختبار السندوق الرمادي من سوف يقوم بالاختبار سوف يحصل على معلومات محدودة الخيار A غير صحيح فالسندوق الأبيض من سوف يقوم بالاختبار الاختراق سوف يحصل على معلومات كاملة الخيار C غير صحيح فاختبار السندوق الأسود سوف يحصل فيه مخترق الاختراق على معلومات قليلة للغاية أو عدم حصوله على أي معلومات الخيار D غير صحيح فمصطلح Clearbox هو مصطلح غير موجود ضمن المعلومات التي تم إعطاءها لمن سوف يقوم باختبار الاختراق السؤال 128 أي من ما يلي يعتبر من الضوابط الإدارية؟ اختر خيارين الخيارات الخيار A قواعد الجدار الناري الخيار B سياسة توظيف الأفراد الخيار C فصل المهمات الخيار D نظام منع التسلل حدد الاختيار اللي تتوقع أنه الاختيار الذي يحتوي على الاختيارين فإذن قم بإحتحديد الاختيارين لتتوقع أنهما يحتويان على الإجابتين الصحيحة الخيارات 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 مات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كذلك يساعد على التعرف على المجالات المحتملة التي تحتاج إلى تحسين الخيار A غير صحيح فالMOU هي اختصار لمذكرة التفاهم وهي وثيقة غير قانونية تصف اتفاق متبادل فيما بين الأطراف الخيار B غير صحيح فالSLA هي اختصار لاتفاقية مستوى الخدمة هي تحدد مستوى الخدمة الذي يتوقعه العميل من مزود الخدمة ويجب أن يكون مستوى تعريفات الخدمة محدد وقابل القياس في كل مجال من مجالات الخدمة المقدمة الخيار D غير صحيح فاتفاقية عدم الإفشاء هي تحمل بيانات الحساسة والفكرية من أن تقع في الـ ID الخطأ السؤال 132 تصنيف المخاطر المتبقية هو الأكثر أهمية لأي من تقنيات الاستجابة للمخاطر الخيارات الخيار A تخفيف المخاطر الخيار B قبول المخاطر الخيار C تجنب المخاطر الخيار D نقل المخاطر حدد الاختيار لتتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيار D نقل المخاطر اشتركوا في القناة الجواب الخيار به هو الخيار الصحيح فقبول المخاطر هي استراتيجية لمعرفة وتحديد المخاطر اللي رح يتم قبولها كون آثار على الشركة هي أقل من إجراءات الحماية من هذه طبعا إجراءات الحماية من هذه المخاطر وهنا في هذا السؤال بما أنها أخطار متبقية يجعل منها غير مهمة لأنه لو كانت مهمة كان سيتم تصنيفها وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المخاطر المقبولة الخيار A غير صحيح فتخفيف المخاطر هو عندما تقوم الجهة أو الشركة بتنفيذ ضوابط للحد من نقاط الضعف والتي يمكنها أن تقلل أيضا من تأثير التهديد الخيار C غير صحيح فتجنب المخاطر هو إزالة الثغر الأمنية التي تتسبب في خطر ما الخيار D غير صحيح فنقل المخاطر هو الاتفاق مع مقدم خدمة يكون هو المسؤول عن الحماية أو عن طريق الحصول على تأمين لتغطية التكاليف الناشئة عن خطر ما السؤال 133 أنت مدير تكنولوجيا المعلومات وأحدى موظفيك يسأل عن من يقوم بتعين تسميات البيانات أي مما يلي يعين تسميات البيانات أو التاتا ليبلز الخيارات الخيار A المالك الخيار B الوصي الخيار C ضابط خاص الخيار دي مسؤول نظام حدد الاختيار لتتوقع نوى الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيار ترجمة نانسي قنقر الجواب الخيار ايه هو الخيار الصحيح فمالك البيانات هو من يقوم بتعين تسميات البيانات مثل بيانات سرية للغاية الخيارات بي و سي و دي كلها غير صحيحة الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة